السلام عليكم أخوتي وشاركو ملابس بخير قبل ما بدأوا نحكو عن المباراة أخي شدرت لكم في الإنسيغرام ودرت لكم تانيك في البوست عندها واحد جواه الزوج ولا باللي الحكومة الإسبانية راه يعلن ترسمياً بداية الدور الإسباني في ثمانية أجوان خلاص يعني أوفيسيا الهادية ودو كان بدأوا نحكو عن المباراة كما شدرت لكم اللينك في البوست درت لكم اللينك تاع المباراة بششوفوا كي بدأت المباراة كان الصوت والصوارات كانوا من دمجين مع بعضهم وبعد عودوا صلحوها في الشروط الثاني المباراة انتهت بواحد مقابل ثلاثة اللي ربحت فيها باير ليفركوزن وبوريسيا مينشين خسروا في بلادهم يعني خسروا واحد ثلاثة الأهداف نحكو عن الأهداف كل مركاهم في الدقيقة السبعة مركة هارفيرتس في الدقيقة ثنين وخمسين يعني في الشروط الثاني مركة تورام وفي الدقيقة ثمانية وخمسين في الشروط الثاني مركة هارفيرتس عن طريق ضرب الجزاء اللي قدمها كريم بالعربي لدول أصول المغربية وفي الدقيقة الواحد وثمانين مركة بندر قبل ما نبدأوا نحكو عن المباراة نعطي لكم التنقيت وفي الدقيقة من الشرط الثاني مركة اللي دا 7.9 سجل هادف هو تورام ويجي موراه ديركت يومو يجي بن سبعيني 7.1 يعني تنقيت رائع جدا مع العلم أنه يعني أخذ دا سفرة كما ركوا تشوفوا والتنقيت تتاعوه محبطش لتحت السبعة يعني لو كان مدى السفرة يكون تنقيت تتاعو أكتر بكتر لأنه قدم مباراة رائعة رغم الخسارات ورغم الصيامة ما تنسوش ورغم الصيام يعني شوفوا هو صايم دا تنقيت 7.1 اللي إذا تنقصت له منه السفرة لو كان مشي السفرة بالك يدي كما تورام ولا قل منه بنقطة واحدة والأخرين اللي راهم فاطرين وقد اللي لابوا معه قاع تحت السبعة قاع 6.5 6.1 يعني كان الثاني أحسن لاعب ممكن يكون كان أول لاعب الأحسن لاعب لأنه دا سفرة المباراة نحكو عن المباراة إجماليا ونحكو تاني كعلى سبعيني واسمه المباراة بدأت يعني ما بدأتش قوية ما بدأتش قوية من ناحية بوريسيا مينشنغ الأطبخ ما بدأتش قوية بدأت يعني صورته في دقائق 12 الأولانيين كانوا وراك دينقع وشوف اللي مازال ما دخلوش في المباراة بعد بدأوا تدخلو غير بشوية بشوية ولكن بلا خطورة الخطورة كانت أكتر أكتر شي من جهة واسمه ليفركوزين اللي كان الخاطر فيهم كان كريم بالعربي هاداك اللي مد الأساس على الهدف الأول وهو اللي جاب البيناتي في الشوطة الثاني في الشوطة الثاني كيف بدأت المباراة؟ بدأت المباراة قوية من جهة واسمهم بوريسيا مينشنغ الأطبخ بدأت قوية وتهديدت بزاف وكيما قولوا ورا طاو بزاف فاسة فاسة ورمي رامي بن سبعيني يمد ثلاثة أو أربعة اللي زاساس واحدة واحدة تاني واحدة تسلل واحدة خرجوا كما ركوا تشوفوا هنا يا فاسة فاسة ومعرفش يتعامل معها اللاعب تورام واقتع بزاف كورات رامي بن سبعيني يقدم مباراة يعني رغم الصيام الله يبارك الله يبارك الله يبارك اقنطت رغم الصيام الشتوب اللي اقتع بزاف كورات كان متسبب ماشي متسبب وانما هو اللي جاب كما قلوه في الديقيقة motherboard ده اسمه ده كفرو ده كفرو على الجيهة اليمنى على الجيهة تائو ده كفرو على الجهة اليمنى واسمه كما تشوفو الى هنا وتمارك البيت برأسية ما ياخدش اللوم هو ما يخلي الجواري جوز قطع له ودى كوفره عليها ودى بطاقة السفرات يعني في الدقيقة السبعين قبل السبعين وإنما قدم مباراة الله يبارك يعني مالقري مالقري أنه شوفوا أنه كما قولوا صايم وكذا دحس مو من ناحية الصيام لأن ما تنسوش بلي واحد كي يكون صايم ما يشرب ما يأكل وزيد التدريبات وزيد يلعب ماتش لعبها تسعين دقيقة ماتش كامل لعبت تسعين دقيقة ماتش طالح حابط طالح حابط وشتوا أنه المعلق ووش قال لكم قال لكم أخطر واحد هو رامي بن سبعيني والجهة اليوسرى اللي كانت ميتاقة على الجهة اليومنى اللي كانت تخدم بزاف وساعد في هجوميا وساعد دفاعيا وتيلة واحد التيل كي ما ركوا تشوفوا لهنا كان مقدم مباراة يعني شوفوا بن سبعيني نهدروا ما نهدرواش من ناحية الهجوم نهدروا في قطع الكورات يعني يقطع لك واحد الكورات اللي يشتوا في المباراة هذه كورات ما تسناش ينحي هلو مرجلو يعني يقطع كورات يعني ما تكون شقات السنابل اللي يقدر يقدر ينحيها له قطع كورات كتير يعني أنا اللي شفتهم ونتذكرهم اقطع واحد ستة ولا سبعة ولا ثمانية كورات اللي كانوا منهم مرتدات ومنهم يعني يقطع الكورات ما تكون شقات السنابل اللي رح يقطعها نتمنى ولو غير الخير وهذا هو رامي بن سبعيني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يزيد يتطور كتر 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 وقدم مباراة رائعة رغم الصيام 7.1 تنقيط ما شاء الله يعني بارابور للأخرين اللي كانوا د خلين عليها بالمواكل وكذا وراهم 6.1 6.5 نقولوا عليها الله يبارك وخوتي ما نطوش عليكم ونقول لكم مقدما مقدما صحا عيدكم لعيد المبارك غدوا ان شاء الله عيدكم مبارك عليكم وعلى العائلة تتعكم جميعا واي مشاهد راه يشوف فيها او ما راه يشوف فيها عيد مبارك للامة الاسلامية اجمالا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام